التماس ما بين 4 و 15 سنة سجن في حق 10 وزراء سابقين التمس ما يسمى بوكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية المفروض الفساد المالي والاقتصادي بسيدي محمد عقوبة 15 سجن حبس نافذة ومليون دينار غرامة في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيا والتماس نفس العقوبة في حق الوزير الأول أيضا عبد الملك سلال والتماس 12 سنة في حق نوردين بدوي وزير أول أيضا لكن داروا لـ 15 سنة وهذه المحاكمة هي واحدة من القضايا فقط عندما كان والي لقسنطينة كما تم التماس إدانة وزير سابق براقي أرزقي بـ 15 سنة ومليون غرامة والوزير السابق حسين النسيب بـ 12 سنة كما تم التماس إدانة وزير النقل السابق عمار غول بـ 10 سنوات والتماس إدانة وزير النقل السابق عمار تو بـ 10 سنوات والتماس إدانة طمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار بـ 12 سنة وعقوبة ما بين 4 إلى 12 سنة حبس النافذة لباقي المتهمين وتم التماس إدانة الوزير السابق محمد الوكال بصفته محاكم بنك الجزائر بـ 5 سنوات والتماس إدانة عبد السلام بشارب بـ 20 سنة وزير الصناعة السابق ومع عمار دولي بالقبض عليه كما تم التماس هذه اللي كانت راح تصدر الأنترنت إلى إفريقيا وإلى الخارج إيمان هدى فرعون بـ 12 سنة حبس ومليون دينار غرامة وتراوحة أحكام أخرى أو التماسات أخرى ما بين 4 و 12 سنة ومسادرة جميع الممتلكات والأرصيدة البنكية للمتهمين المتابعين في قضية الحال وجاءت هذه الاتماسات بعد متابعة المتهمين بقضية فساد جديدة تتعلق ببرام مشاريع وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية ومنحها لعائلة كونينيف كما ذو وجهت لهم تهم تضمنها قانون ما كافحة الفساد والوقاية منه وإيمنح امتيازات غير مستحقة برام صفقات مخالفة للقانون تبديل أموال عمومية واستغلال وإساءة استغلال الوظيفة العمومية يعني جملة كبيرة من الاتهامات لمن؟ لبعض أكبر المسؤولين المدنيين أحمد أويحيا كان من أجرم وأكبر المسؤولين المدنيين وظل يتناوب ما بين وزير ورئيس وزراء أو وزير أول من 95 من ديسمبر 95 إلى أن أطاح به الشعب الجزائري في مارس 2019 أطاح به الشعب أطاح به الشعب الجزائري الحراك وموش المقبور قيد صالح أو فلان أو فلان الحراك كانوا قعمشين للعهدى الخامسة وكانوا قاع فرحانين ويطبلوا للكادر والعهدى الخامسة بما فيهم قيد صالح اللي قال أن الجيش يتحذر لعرس انتخابي دايما عنده العرس الانتخابية هو الشعب أطاح به لما القيد صالح شاف بأن الشعب يريد أن يطح بالمنظومة ككل راح سارع هو إلى الإطاحة بوتفليقة ومن كانوا معه في محاولة لإنقاذ المنظومة العسكرية وهي الحاكم الفعلي الحقيقي مافيا العسكرية الحاكم الفعلي الحقيقي للبلاد وفعلا نجح نسبيا لكنه نجح في أن النظام الحكم الفوضى الحاكمة تسقط ككل إنما سقطت بعض أجزاها وبعض أجزاها في السجون بما فيه هو من بعد سقط وهو دخل القبر يعني مارسو معه لسوليسيون فنال هو الحل النهائي لكن السؤال مطروح سؤال مطروح نعارفين باللي هؤلاء رغم في السجون لأن الجناح انتاحهم أو الأجنحة سقطت وجناح الرئيسي هنا هو السعيد بوتفليقة وكان ترطاق واللي كانوا حمينهم إلى آخره وأن بعضهم أدخل السجون بداية من أفريل الفين 19 وبعضهم جاء فيما بعد يعني كل مرة كان الشعب يضغط من أجل تغيير الشامل كان قاية صالح رح يعتقل واحد اثنين ثلاثة من الوزراء أو من الجنيرالات يحطهم في الحبس بهذه الطريقة الحقيقة اخدع جزء من الناس الناس بعض الناس وأنا قالوا هاليبي ما فيهم ناس كانوا مثلا عندهم عشرين سنة معارضين أو قالوا لي احنا كونوا اعتقل توفيق بالنسبة لينا هذا نجاح هائل قلت لهم صح حول بعد هذا لما كان قاية صالح في قمة السطولتاء والسلطنتاء هذا الكلام في أفريل 2019 ماي جوان لما بدأ يعتقلهم خاصة بعد ماي لما اعتقال توفيق وترتاق والسعيد قالوا لي هذه في حد ذاتها تشفي صدورنا واش دار فينا التوفيق وترتاق إلى آخر هذا وبعضهم كانوا من الفيس قلت لهم لكن السؤال هل سيرحل نظام العسكري باش يقوم نظام مدني نظام شعبي اما ان القايد صالح في الحقيقة وهو يقوم بهذا يريد ان يحمي استمرارية الحكم العسكري قالوا لي لا هو راح يغير قلت لهم راكم غالقين لو كان باش يغير لو كان يكون نفذ ما كان تعهد به الشعب الجزائري في 26 مارس وفي 30 مارس وهو تطبيق المادة 102 وتطبيق المادة السابعة والثامنة كما يقول الدستور آنذاك وهو إذا اختلف الشعب مع النظام الحاكم يعود إلى المادة السابعة والثامنة وكانت المطالب الشعب الجزائري قوية بقضية المادة السابعة والثامنة فكان نقاشي معهم أنه إذا لم يطبق المادة السابعة والثامنة فهو يريد انقاذ الحكم العسكري وقد ينجح في انقاذ الحكم العسكري لكنه سيدفع ثمن وهذا هو بالذات اللي حدث وراء توفيق الآن في الحبس والله راه هو اللي يدير من الخلف هذو الناس اللي كانوا فرحانين بالسجن توفيق عن ذاك أين هو نزار الآن؟ أين هو جبار مهنة؟ أين هو حسن ترابي؟ أين هم؟ إنهم في السلطة أو يديرون السلطة من الخلف إذن القضية لم تحل باش رأي محكومة الآن الجزائر بالعسكر مع واجهة مدنية إذن قايت صالح خدعكم وبعض اللي كانوا مع القايت يقول لك هو كان مليح لكن اللي جاءوا بعده لكن من جاء بمن جاء بعده من جاء بهم يعني شكل يوضع شنغريحة هو رقم اثنين في الجيش بعد القايت صالح من؟ القايت صالح صحيح تحت إصرار بون ويرا اللي خدا فيها الشكارة لكن القايت صالح الشكون اللي جاب تبون وحطوا رايس القايت صالح الشكون اللي ترك بنعلي بنعلي كمسؤول الأمن الرئاسي والحرص الجمهوري اللي رأي هو الآن فريق أول أيضا قايت صالح أغلبية الجنيرالات اللي رأهم الآن في هرم السلطة قايت صالح إذن هو اللي جابهم أو هو اللي رقاهم أو هو اللي وصلهم صحيح من بعد هما أطاحوا به وأقبروه لكن السؤال خاصة اللي ما زالوا يعتقدوا أنا لقايت صالح كان جيدا وأراد فعل الخير السؤال ما هي نتيجة منع الشعب الجزائري من تقرير مصيره النتيجة باختصار ثرونها جميعا عودة التوفيق ونزار عودة كبار المجرمين من الجنيرالات حكم تبون الفاسد أو الواجهة المدنية ووضع اقتصادي واجتماعي بائس جدا بل أن جنح قايت صالح المحظوظين منهم رأهم في السجون وبعضهم رأهم في القبور إذن هذا هو السؤال المنطقي أو العقلاني اللي يطرح الثمن اللي كلفنا عندما خادع قايت صالح الناس بعدم تطبيق المادة السابعة والثامنة في الحقيقة خدع نفسه صحيح والشعب ما زال يدفع الثمن مسؤولية قايت صالح مسؤولية رهيبة جدا لمن له عقل ومنطق ويفكر بالمنطق كان ممكن أن يدخل التاريخ لو استمع للشعب الجزائري آه وراح إلى مزبلة التاريخ مش فقط إلى مزبلة التاريخ نحن مؤمنين ومسلمين الحمد لله نحن مسلمون ومؤمنون راح عند الذي لا يظلم عنده أحد لكن سؤال أيضا للمداخلة ألم يصدعوا رؤوسنا في ظرف سنوات طويلة أن أويحيا خاصة على أويحيا وسلال وبدوي هؤلاء ولاتنا بعضهم كان يكتب لي في 2017 أنت خارج على ولي الأمر أنت ضد ولي الأمر أنت ضد الدين طيب ها ولي أمرك اللي كنت تعتبره ولي أمر نحن كنا نعتبرهم ولات فجور وخمور ولصوص ومفسدين هم مش حاسبوا فيهم على فجور والخمور لأنهم يشتركون في هذه رغم يحاسبوا فيهم على فساد عارم أو تبون جزء منهم لكن فقط نصف العصابة في السجون نصفها مع تبون نصف العصابة لا يتحاكم على مش رأي تحاكم مش يحاكمون على ما قاموا به من قاتل في التسعينات مش يحاكمون على فسادهم الأخلاق العارم على فجورهم الذي ليس له حدود يحاكمونهم على المال ويحيوصلي إلى درجة قال كان أعطوني مانيش عارف ستين لينغو دور وباحها في باحها في في المارشي نوار جابت له ثلاثين مليار خمسمائة مليون للينغو دور هو شخصيا وباعترافه إذن أنا أتكلم هنا مع رؤوس المداخلة مانيش نتكلم مع الناس البسطاء مساكين اللي يتبعوا برك هؤلاء ألم تجعلون منهم أصناما باعتبارهم ولات أمر وأنه لا يجوز الخروج عليهم ولو بكلمة في في صدرك وصل واحد يقول بللي ما تخرجش عليهم ولو بكلمة في صدرك بينك بين نفسك ما تقدرش تقول بللي ويحيى سيئ ولا سلال سيئ تخيلوا إلى هذا الحد تخيلوا الخباء تخيلوا الاستهبال اللي يقدر يصله إنسان ويقول لك باسم الدين كذبتم وخصئتم كذبتم وخصئتم الدين الإسلام جاء للعدل وجاء للعمر بالمعروف والنهي على المنكر وهذا هو أعظم الأشياء بعد الإيمان بالله كذبتم وخصئتم جعلتم من حكام فاسدين ومفسدين ولصوص ومجرمين بنص قوانينهم الآن جعلتم منهم مقدسات لا يجوز حتى نصحوا آه أبدا مرة واحد تخل فيه معايا قال لي لا يجوز قلت له يا سيدي ربما نقدموهم في النصح قال لي لا يجوز النصح على العلن طيب قلت له كيفاش نوصلونهم على السر قال لي ما نوصلونهم على السر ما نتقدرش توصلهم طيب ما نقدرش نوصلهم باش ننصحوهم في السر ولا تنصحوهم في السر وإحنا ما نقدرون ونترك تمنعنا في العلن كيفاه طبعا لما تحاسبوا بالمنطق وبالحد الأدنى من الدين مش حتى وتقولوا أنه كانوا كانوا صحابة يقفون لصحابة ويقولوا لهم والله لو خرجتم على هذا وذاك لو خرجتم على أصل الدين لو خرجتم لقومناكم بما فيها بالسيف نقولوا لهم بالسيف لا بالسيف ولا بالكلاش رأنا نقوله غير بالسان لكنه هذا هو عندما يستهبلون بعض الناس فيصدق الكاذب عندما كنا نقول أن ويحيى كاذب كنتم تصدقونه وتكذبوننا عندما كنا نقول أن ويحيى وسلال وبتفليقة لصوص ومفسدين كنتم تأتمنونهم وترفضون على الاستماع منها يأتي زمن على الناس يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين كنتم تخونوننا وبعثكم ما زالي خوننا من يعني هنا ما زلنا غير في التاريخ وفي الدنيا وفي حكم البشر من ثبت أنه كان على حق يقول الصدق وأنه كان أمينا وصادقا فيما يقول ولا تحدث عن نفسي فقط لكن نفسي عارف ما كنت أقول كان هناك أيضا إخواننا وأخواتنا يقولون هذا الكلام من كان تاريخ الآن بأدلتكم أنتم بقوانينكم أنتم من كان الذي يقول الصدق فكذبتم تكذبونه وهنا نتكلم على المداخلة وما شابه المداخلة وطبعا كين المداخلة باسم الدين ورم كين المداخلة العلمانيين أيضا رأي المدخلية هذه ما يشبر كمذهب منحرف من السلفية لا رأي كين المداخلة العلمانيين والمداخلة باسم الوطنجية والمداخلة باسم الإسلام والمداخلة باسم ماركس رأي كين بزاف الأنواع تعل المداخلة أي أولئك الذين يقدسون الحاكم قال لك ولو شفت يزني في التليفزيون كل يوم نصف ساعة ويشرب الخمر معها أحذر قال لك أحذر أحذر تقول كلمة طيب بهذه الطريقة لازم أن تقولوا لازم أن نخرج من هذا الدين لأن هذا الدين جاء للأمر بالمعروف وأنه على المنكر جاء للعادل جاء ليصلح الناس ليس لخلق أرباب من الناس هذا الدين إذا كان حطم الأصنام وحطم تقديس البشر أنتم الآن تقدسون البشر وتجعلون منهم أنهم لا يسألون من الذي لا يسأل عما يفعله؟ إنه الله سبحانه وتعالى عندما خاطب رب العزة قبل 14 قرن نبي قال له مسؤولهم مسؤولين ستسألون ما فيش نقاش كلكم ستسألون كبشر لكنكم أنتم اليوم تقدموه مننا في شكل أنه لا يجوز حتى أن تفكر بينك وبين نفسك أنه سيء خربتم عقول الناس وعقولكم الخربة وزورتم وزيفتم الدين لصالح المفسدين يا ليت كانوا على الأقل يبانوا من ناحية الأخلاقية والدينية أنهم لبس بهم يعني هؤلاء مفسدين في الأخلاق ومفسدين في نفسهم مفسدين مع الناس ولصوص ومجرمين وخونا من فتح الأجواء لفرنسا لتقتل الناس باسم الحرب على الإرهاق؟ من؟ الذين تسمونهم ولاة أمر وما هم إلا ولاة إجرام وخونا ولاة فجور وخمور يا من تزعمون العكس بالمناسبة يعني هكم تشوفوا تبون مكانه رأحوا كمة بدوي وأوحية وسلال نفس الشيء هاوا تبون اسمعوا ما كان يقول أننا سنواصل المشوار الذي بدأه أخي وسداقي وزميري ورفيق الدرب أنا وعد مالك من الثلاثة وثلاثين سنة لكمبانيوناج ورفيق الدرب سيحمد الثقة المجددة فيه من طرف خمت الرئيس وأعتبر أن الثقة في محلها لأنه له كل تجربة وكل حينكة في تسيير أصعب الظروف فيما يقصني شاكل في خمت الرئيس ديقالي وضحفية ووصلت لقصر الحكومة كل المهام لازم تنتهي هاكو وصلت مش لقصر الحكومة فقط هاكو وصلت لقصر سيدك الرئيس المقبور هاكو وصلت لحتى المكانه بفضل أويحية لكن لما كنت عدة مرات قلت بأن قلت أنا بدوي قضية قضية وقت وسيتم سجنه كان كتب لي يومها أحد المطالعين قال يرا كل ما تقول باللي بدوي راح سيتم سجنه راح يأخروا في السجن نتاعه قلت له ما تقلقش روحك سيسجنونه اليوم خذاوة كانوا اعتقلوه عدة مرات كانوا اعتقلوه سجنوه فترة هكذا وعادوا يطلقوه اللي أنا عنده بعض تدخلات هكذا لكن اليوم خذاوه من الجلسة 12 سنة من الجلسة راح لها راح لها يمشي إلى رجليه ولا مسلسل هاي واحدة وش نقول فيها وكنت سابقة ربما وانذكرت لكم هذا الموضوع من قبل رجعوا لي ملف بدوي ملف بدوي رئيس الوزراء حتى حتى ديسمبر اللي فات بدوي كما تعرفوه كان يعني ما يعرفون أنه على أليه الجزائريين أكثر هو حينما راح جمع خمسة ملايين أو ستة ملايين أنا ذاك قال لك انتع أوراق وقع عليها الجزائريين استمارات من أجل عهد الخامسة في واحدة من الخداع الكبير واللي اتضح فيما بعد أن أبو تفليقها بعدين قال أنا حتى ما كنتش حابة نروح للعهد الخامسة مش أنا راح جاب لنا ستة ملايين استمارة هذه وحدها المفروض تأخذ بدوي لموراة الشمس إلى عشرين سنة سجن لكنهم يحاكموا في هذه الأيام مش على هذه لماذا يحاكموا الخلفي أنت الحكم هو أنه كان مشارك في الإنقلاب اللي كان يقوده أبو عز وسيني باش يجي ميهو بمدى التبون ولكن في اللحظة الأخيرة اليومها كان قيد صالح مريض وكان بعيد ومش فاهمين جينيرات تصلوا بالقيد صالح وقالوا له راه أبو عز وسيني يريد أن ينصب ميهو ببدل تبون وانترق عطيتنا تعليمات أن ينصب تبون ففي اللحظة الأخيرة قيد صالح أمر أبو عز وسيني أن يتوقف وقال لهم لازم يخرج تبون وكان يومها مريض وخرج تبون يوم الجمعة 13 ديسمبر كما تعرفون لكن اللي كان يمشاركين الآن رأهم إما في السجون أو على بواب السجن أخطر هؤلاء أبو عز وسيني اللي سجنوا في في أفريل الماضي في 13 أفريل الماضي هذه كانت في 15 فبراير 2021 وانقلت فيها والحقيقة كانوا واحدة ربعة ولا خمسة تدخلات في بدوي سيسجن ولو بعد حين ما فيش نقاش لماذا ما فيش نقاش يعني بالنسبة لتبون لو كان ما هوش هذه اللحظة اللي فطن فيها لقيد صالح وقالوا له المساعدين وقالوا له أبو عز وسيني يريد وضع ميهوبي وانتا قلتنا نوضع تبون رئيس الجمهورية لو كان ميش هذه اللحظة اللي فطن فيها لقيد صالح كان مريض كان متعب جداً ذاك الوقت وأمر بأن يكون هذا كان يوم الخميسة 12 ديسمبر في المساء لأن اللي يتذكروا هذه اللحظات يرجعوا لبعض قنواتهم مثلاً قناة العار كانت تقول أننا ذاهبين لدور ثاني وأن ميهوبي ممكن هو اللي يخرج أول رح يرحوا لدور ثاني لما فطن في القيد صالح وعطى عوامر قال لا تبون يخرج وما فيش دور ثاني هذا اللي نجا تبون شكون اللي كان ورا العملية كان اللي تزعمها وليعطى العوامر بو عز وسيني كان قائد المخابرات الداخلية اللي نفذها كان بدوي باعتباره وزير أول وهو اللي يعطى عوامر للوزراء والولاة أنه يخرج ميهوبي وبالفعل خرج هو الثاني فقط في اللحظات الأخيرة قالوا لازم نخرج تبون وإلا كان يخرج ميهوبي ولو كان يخرج ميهوبي كرة شنقريحة في الحبس وبو عز وسيني هو في بلس شنقريحة كرة تبون في الحبس وبدوي ممكن رح رئيس وزراء أو وزير خارجية أو أي منصب لأنه لعب دور كبير في استقدام ميهوبي إذن تلك اللحظات كانت حاسمة تخيلوا لحظات جنرال مريض قائد الجيش تماما متعب يجو يقولوا له رحو الجنرال تعالى المخابرات يريد أن يخر شخص آخر بدل الشخص اللي قلتنا يولي رئيس اللي هو تبون فيفطن يقول لهم لا نفذوا الأمر اللي أعطيته لكم تخيلوا البلاد كيفاش تحكم حكموا لي بـ 12 سنة جابوا له قضية واحدة رح يجيبونه مجموعة قضايا وراح يصرالوا أكثر من أويحي وسلال كل سبعين ثلاثة رح تخرج قضية البدوي ومرة 15 ومرة 20 ومرة لكن مش رح يحكموه لأن هذهك رح تمثلهم في العمق مش رح يحكموه على التزوير اللي كان ما نقولوش على خمس ملايين استمارة لا هذيك ما هذيك عم شاركين فيها لا التزوير اللي كان بش يجي هو كله مزور لكن كان هناك تزوير داخل التزوير اللي كان بش يجي ميهوبي بدل ما يجي تبون هذه مش رح نحكموه عليها لأنه تمثهم تمث لهم بعض الشخصيات لهم الآن في السلطة أيضا خاصة في الجيش عبث لعب حياة اللي العايش الراغيط اللي نعايشين في وكissa كجزايريين ونبكو على أخواني اللي في الداخل الحقيقة ي chewy Holle لا يش تعباناきたLS الناس اللي في الخارج الناس اللي عندها كواغطة في الخارج اللي عندهم إقامات ومقيمين بشكل شرعي حتى اللي مش مقيم بشكل شرعي ما يخصوش لا من البرد ولا من نقصد ولا من الجوع لا من اللي ما عندهش سكن لا ما يموتش سواء يخدمونه ما يخدمش حد أدنى يضمنوه للناس ويضمنوه لكرامة الناس لكن أخوانكم يراموا في الخارج راح يقلوبهم هناك إضافة إلى أن هذاك وطنهم وأهلهم كل شيء هناك